حصلت طالبات المملكة على المركز الأول بين جميع طلاب وطالبات الدول العربية المشاركة في اختبارات الدراسة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة بيرلز 2016 وذلك في أول مشاركة لها في هذه الاختبارات احتفلت مملكة البحرين بنتائجها المشرفة في أول مشاركة لها في اختبارات الدراسة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة بيرلز 2016 حيث حصلت طالبات المملكة على المركز الأول بين جميع طلاب وطالبات الدول العربية المشاركة فيما حققت 48 مدرسة بحرينية معدلات تحصيل تصل إلى المتوسط العالمي أو تتجاوزه وخلال الاحتفال الذي أقامته وزارة التربية والتعليم أعرب سعادة الوزير الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن خالص الشكر والتقدير لجميع الطلبة والتربويين وأولياء الأمور الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز التعليمي المتميز في هذه الاختبارات الدولية المهمة نحن اليوم في مرحلة مرحلة التقييم والمتابعة وهذه الأمور ليست سهلة وأنما يجب أن نستند إلى قاعدة صلبة من حيث معرفة المستوى وتحديده لا شك أن الاختبارات التي نحرص على المشاركة فيها سواء في الرياضيات وفي العلوم وغير ذلك من الاختبارات والهدف الأساسي منها معرفة موقف مملكة البحرين على الصعيد الدولي من حيث مدى التطور والأمور التي تحتاج إلى الاهتمام والعناية بها واليوم كان فرصة لنشكر جميع من أسهم وحقق نتائج مشرفة في أول مسابقة تشارك فيها مملكة البحرين وتحقيق هذا الإنجاز يأتي بجهود أبنائنا الطلبة وكذلك الدعم الكبير الذي قام به فريق العمل في وزارة التربية والتعليم وتعاون الأخوة الكرام في الميدان التربوي كلها جهود تجمعت وانصبت بهدف الارتقاء بمملكة البحرين في هذه الاختبارات الدولية التي تشكل دعامة أساسية يتم من خلالها الارتقاء بالتعليم ووضع الخطط التطويرية اللازمة والله الحمد أبنائنا الطلاب والطالبات كان أداءهم مشرفا ويرفع الرأس ونسأل الله تعالى أن يديم علينا فضله وتستمر مسيرتنا نحو الأمام بفضل دعم ومساندة قيادتنا الحكيمة يحفظها الله شهدت الاختبارات مشاركة 340 ألف طالب وطالبة من العديد من دول العالم والتي تشرف عليها الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي وهي إحدى أبرز المنظمات العالمية المعنية بتقييم الأداء التعليمي والتنموي على المستوى الدولي المسابقة كانت أوشي البرنامج بشكل عام هو برنامج متميز عالميا ويتبع المنظمة العالمية للتربية فمشاركة البحرين بحد ذاتها هي شيء عظيم يعني وإنجاز عظيم للبلد وبشكل عام يعني مايا كانت مستعدة دائما لأن المدرسة كانت تتعدهم لهذه النوع من التحديات دائما فأنا فخورة جدا من اهتيجاتها وقام الوزير بتكريم عدد من المدارس والطلبة والمعلمين والمختصين بالوزارة الذين أسهموا بتميز في الإعداد والمشاركة في الاختبارات لقد كانت مشاركتي في امدحانات البعز أثر كبير في مهاراتي في اللغة العربية والقراءة وأهدي هذا الفوز لأمي وأبي العزيزين وجميع أفراد أسرتي والمدرسة ومعلمات العزيزات ومديرة المدرسة ولجميع شعب البحرين لا أعرف كيف أعبر عن شعوري أنني أشعر في الفرحة والإفتخار أنا فخورة بإنجازي اللي سويت اليوم واستنست ويد في هاي التكريم وإن شاء الله دائما أتم في هالمراكز العالية وأرفع شان بلادي وأخلي مكانة البحرين دائما عالية أرى فرحانة جدا اليوم لأني تكرمت في هذا الحفل وهو يمثل لي شيء جدا جميل لأني رفعت اسم مدرستي ومملكة البحرين وبعد لأني فرحت أمي وأبوي بعلاماتي في هذا الامتحان اكتشفت قدراتي الجديدة أني عندي طلاقة في القراءة أحب هدي فوزي حب مملكة البحرين وحق الوزارة وملك حمد يذكر أن الدراسة الدولية بيرلز هي عبارة عن اختبار تنفذه الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي ومقرها هولندا كل خمس سنوات بهدف قياس قدرات طلبة الصف الرابع الابتدائي في القراءة بلغتهم الأم وتزويد الجهات المسؤولة عن التعليم في مختلف دول العالم ببيانات تربوية ومؤشرات إحصائية ذات جودة عالية تعزز من الجهود المبذولة لتطولها